الخمسة صباحا السنية بتوقيت جرانتش مجاز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فامي بأن رئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخصي وسياسات رئيس الوزراء كما أعرب رئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزيها على كافة المستويات سواء على المستوى السنائي أو في إطار آلية تعاون الثلاثية مع قبرص من جانبه تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس السيسي مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان ومعربا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة فضلا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وأكد تدعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة والتي أصفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادابيو بفترة رئاسية ثانية وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تتقدم بالتهنئة لرئيس جوليوس مادابيو على إعادة انتخابه رئيسا في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحل به الشعب السيراليوني الشقيق وتؤكد مسندتها لرئيس جوليوس مادابيو في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وأمال شعبه أعلنت الشرطة الفرنسية منع التظاهرات وذلك بعد أسبوع من أعمال شغب هزت فرنسا بعد مقتل مراهق في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس وقالت شرطة باريس في قاران نشر على موقعها الإلكتروني إنها حضرت التظاهرة المزمعة في ساحة الجمهورية بسبب مخاطر على نظام العام وعلى الرغم من قرار منع التظاهرات في فرنسا شهدت عدد من المدن الفرنسية ما أطلق عليه مسيرات المواطنين تلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عملية وأحزاب سياسية وخلال تظاهرات اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين خلال تفرقها الاحتجاجات التي تخلى لها أعمال عنف أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيس بورن أن الحكومة تعمل على تجنب عودة أعمال العنف في المدن بمناسبة العطلة الوطنية ووعدت تابورن بوضع وسائل ضخمة لحماية الفرنسيين يوم الثالث عشر والرابع عشر من يوليو المقبلين وأعلنت أنها وقعت على مرسوم يحضر بيع وارتداء ونقل الألعاب النارية بهذه المناسبة أعربت فرنسا عن اعتراضيها على تصريحات اعتبرت أنها مبالغ فيها ولا أساس لها للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة ونددت لجنة بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن أي إجراء للتنميض العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا مشددة على أن مكافحة تتجاوزات التطقيق المرتبطة بالملامح أصبحت كثيفة أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال الدفة الغربية وأفدت مصادر في محافظة قلقيلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها أطلق جنود الاحتلال الرصاص مع أصفر عن إصابة أربعة فلسطينيين ختم المجاز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أركود أظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة ولكم مني أتحية أنا إيات عبدالله الصيف